لرفع مستوى الوعي العام عن أهمية حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة أطلقت جائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية في مقر هيئة البيئة أبو طبي والتي جاءت بالتعاون مع EFQM دورنا في الجائزة كان تطوير معايير الجائزة بناء على نموذج EFQM بالإضافة للنماذج الأخرى الموجودة عندنا التي هي متعلقة بالتنمية المستدامة والاقتصاد الدائري قمنا بتطوير المعايير بالتعاون مع هيئة البيئة في أبو طبي وسنقوم بالفترة القادمة بعقد الدورات التدريبية فريق من المدربين من EFQM سيكون بعقد الدورات التدريبية وأخيرا سنقوم بتزويد الجائزة بالمقيمين وتضم الجائزة في دورتها الأولى ثلاث فئات رئيسة الفئة الرئيسة الأولى وسام الشيخ حمدان بن زايد البيئي وتندرج تحتها ثلاث فئات فرعية فئة مستخدمية الموارد الطبيعية الصيادين والمزارعين وملاك آبار المياه الجوفية والصقارين فئة الشخصية المبادرة البيئية المبادرات البيئية الفردية فئة المؤثر البيئي الفئة الرئيسة الثانية جائزة البحث العلمي في مجال البيئة تضمن فئة المؤسسة البحثية فئة الباحث البيئي الفئة الرئيسة الثالثة جائزة الآداء البيئي المتميز وتندرج تحت هذه الفئة فئة فرعية واحدة وتستهدف المنشآت الصناعية والشركات الخاصة الكبيرة وقطاع الطيران وغيرها فيما حثت الهيئة على أهمية المشاركة في هذه الجائزة لجميع الفئات المعنية الحين جميع البيانات المتعلقة بالجائزة موجودة على الموقع الإلكتروني للهيئة أما بشأن فتح باب التسجيل في الجائزة والمشاركة فيها إن شاء الله راح يتم فتح الباب في تاريخ 28 مايو نهاية شهر خمسة وراح يتم مفتوح لمدة شهر بعدها راح يغلق باب التسجيل لأنه راح يكون فيه مرحلة من التقييم والمراجعة والتدريب الخاص بالمؤهلين للمشاركة في الجائزة وما أعلان هذا العام عام الاستدامة في الدولة تأتي هذه الجائزة لاستكمال المبادرات والرياضة في المجال البيئي جائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية جاءت للتحفيز على الإبداع والتمييز بين الأفراد والمؤسسات في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها لمركز أخبار قنوات أبوظبي ندى الزعابي أبوظبي